ما الحكم في مقارنة المأموم للإمام وتقدمه عليه؟ لو تقدم المأموم على الإمام في الموقف أو تكبيرة التحرم بطلت صلاته وكذا لو قارنه بالتكبيرة أما المقارنة في غير التكبيرة من الأركان فمكروهة إلا في قول آمين فيسن أن يقارن المأموم الإمام فيه إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمدا هل تبطل صلاة المأموم؟ إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمدا كأن يركع المأموم ويرفع من الركوع والإمام واقف عمدا فإنه إن فعل ذلك ارتكب معصية من الكبائر ولكن لا تبطل صلاته إن تقدم المأموم على الإمام بركنين فعليين كاملين عمدا بلا عذر هل تبطل صلاته؟ تبطل صلاة المأموم إن تقدم على إمامه بركنين فعليين كاملين عمدا بلا عذر كأن ركع ثم اعتدل وبدأ بالهوي للسجود والإمام قائم إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدا بغير عذر هل تبطل صلاته؟ إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدا بغير عذر بطلت صلاته كأن ركع الإمام واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم واقف بغير عذر وأما إن تأخر عنه لعذر كأن تأخر لقراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ما لم يتأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم